اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحكومة الأولى والثانية وهذه الحكومة الآن اللي كنا نتمنى أنها ستعير من نظرتها التقافة باعتبار واجهها وشرفها على العالم وعلى الدات وعلى الذاكرة كنلاحظوا بأن هذه السياسة الثقافية في مجمالها تهدف إلى شيئين أساسيين ومنهم هالترحيل دي المعرأة وهو تهميش الثقافي وتهميش الاجتماعي لا سياسة من يمكن القول بأحد سياسة ثقافية متأكدين بأنه مكينة سياسة اجتماعية ونظر إلى الدول لعندها سياسة ثقافية عندها سياسة اجتماعية وهو أمران مرتبطة لذلك فهذا الجانب الجزئي وهو جزئي وأنا أنظر إليه باعتباري ضمن مجموعة من المتقافين بأنه جزئي وأن الصراع الحقيقي يجب أن يخاض فيما هو كلي في السياسة الثقافية هذا الجانب الجزئي دارل بإذا كانت كتعرف معرض لمدة ديال 26 سنة واشتهر في العالم العربي في محطة أساسية للمغاربة أولا وللمشارقة وللعالم برموتية أنه في شهر جوج كان واحد المعريض في الدارل بيضاء اللي هي مركز كي يزورها الناس من المغرب ومن خارج المغرب وفجأة في السنة الماضية وبحجج واهية كان يمكن أن نعقيد معريضا هنا بالدارل بيضاء في مكان آخر حتى يبقى الآن مش يتم ترحيل الآن تم قطع أو إعدام واحد المعريض الدولي للكتاب وخلق معرض في نسخاته الأولى السنة الماضية وهذه النسخة الثانية بمدينة الريبان المغرب كيمكن قول كينا عدلة مجالية في المغرب كامل كل شيء المغربة متفقين على أن هذه العدلة الاجتماعية بالنسبة للمعرض كتتحقق في مدينة كبيرة مثل الدارل بيضاء اللي فيها الناشرين وفيها الكتاب كي يريد أن يجيو الدارل بيضاء وفيها أنشيطة فيها جامعات على مستوى الجهة فيها ثلاثة ديالجامعات كبرى فيها نسبة كبيرة هذه المسألة مني خلقت واحد المعريض ولا أساسي في واحد المدينة ولا جزء من البناء التقافي دياله والهوياتي علش نكسره ونديه المدينة آخرى كان يمكن أن نخلق معريضا آخر موازيا في شهر ستة أو شهر سبعة أو شهر عشرة بمدينة الريباط ونخلق معريض في مدينة أقادير وفي مدينة الداخلة وفي مدن أخرى وكل بعض يقول بأن الناس التي يصيرون الضربدة ما دافعوش على الحق ديالهم الحق المكتسب وأنهم يعني بحال يستلسمون الأمر الواقع وهذا كما قلت تيبيين يعني ما هذا الهتمام بشأن تقافي على مستوى مدينة الضربدة يعني ما كينش الكبد على مستوى الشأن تقافي في مدينة الضربدة واش مكينش الكبد على ما هو اجتماعي فبالأحرام ما هو تقافي مني كنلقوا متنا الجانب سياسي المنتخبين رغم الإكرهات اللي كين في مدينة الضربدة اللي كنعتبرها مدينة دولة هاد الإكرهات لا تمنع أن الجانب التقافي وانا متأكد بأن جميع المنتخبين اللي كينسافروا خارج المغرب كيلقوا أمامهم الجانب التقافي من يتحدثوا عن الجانب التقافي في المغرب وعن الجانب التقافي في الضربدة والجانب التقافي رفع عناصر متعددة من العمران إلى ما يمكن أن نعتبره ثقافة شعبية لمادية ومادية لذلك فالاهتمام السياسي غير واضح والبعض عودلت يقول بأن المعالي اللي كانت أصلا يدار في الضربدة هو الماكياج الماكياج ليس يروجه تصورة ثقافية على الضربدة والآن نبغل أمام الواقع أن الضربدة بدون ثقافة بدون فكر هو جزء أنا كيف قلت لك بأن المعرض النشر والكتاب اللي كان هو أشنية أهمية دياله هو أن جميع المغاربة كانوا يتهيئون لهذه الفترة من أجل أن يناقشوا وينظروا في الجديد فيما نشر داخل وخارج المغرب ويتداولوا ذلك هذا هذا معطى مهم وبالنسبة الضربدة شأن التقافي فيها هذا السؤال كبير ماشي المعرض هو اللي غادي يجوب عليه يرجع أو ما رجعش وهو أنه خص المسؤولين وهذا هذا مثال اللي غادي ينبغل أسمعي أن الوزير التقافي يعني بين لنا الوجه الحقيقي تعد الضربدة بنزع هذا المعرض ودعه الرباط يعني الضربدة بدون ثقافة بدون فكر هذا ماشي كين استهتار من جميع الأطراف ولا أنزعوا المسؤولية عن المتقافين أيضا من جميع الأطراف هذه المسألة للدارت كتبين بأن المسؤولين في الحكومة منهم على رأسهم الوزارة الوصية لا تهمهم التقافة هذا المعرض حطه هنا حتى السياسيين بالمنتخابين في مدينة الضربدة لا تهمهم التقافة لذلك من الذي الآن يتحدث عن المعرض ويتحدث عن شأن التقافي ليس في الضربدة في المغرب برمته هم المتقافون نخب من المتقافين ولذلك فمعاناة التقافة من المغرب كيف قلت لك في البداية بأن السياسة التقافية هي صورة للسياسة الاجتماعية هي صورة للسياسة وللتدبير بشكل عام لذلك فأنا لا أحمل المسؤولين لوزارة التقافة وحدها وليل المنتخبين أحملهم لرئيس الحكومة للحكومة المغربية للمجتمع يعني ما كناش رؤية تقافية ليست هناك ليست مش ما كناش رؤية تقافية كينا رؤية تقافية بدخية نخبوية لذلك فالاهتمام ديال الحكومة سواء وزارة التقافة بالتقافة عنده معنى آخر لا علاقة له باهتماماتنا التي تنصب على الداكرة وعلى التاريخ لأن المتقافي المغربة دائما تاريخيا ومنذ ستينية القرن الماضي تميزوا في العالم العربي بصوتهم لا أقول المعارض ولكن المميز الذي هو بعيد عن كل سلطة سياسية أو عن كل بيطاح وكانوا دائما يعتبرون بأنهم أقرب إلى المجتمع لذلك فالآن من نكة وقلنا بصورات عن المتقاف التي تتدرع لميزات المغرب سنوات ستينات سبعينات إلى حدود ثمانينات نعم ولت غائبة الآن يعني تنشوفوا المتقاف مش رجع على ذلك البرج العالي وكأن المشاكل والقضايا التي تتشغل الرأي العام هو ما ما كانش معنيش به ما بقاشش برج عاجل برج العاجل الشيء الدين السياسيين والاقتصاديين الكبار ما وقع الآن للمتقاف وخصوصا حتى 2011 وهو واحد سلسلة ديالتدمير جاي من ستينيات القرن الماضي في القيام في تعليم في الصحة في القدرة الشرائية وصلتنا الآن أننا وصلتنا لنوع ديال المتقافين ولكن أنا أؤمل رغم ما وقع لأن المتقاف هو إنسان اجتماعي وفرد من أفرادي ويعاني أكثر مما يعانيه أي إنسان وعنده مسؤوليات متعددة بما فيها مسؤولية الدور داخل المجتمع إلا كان وحد وحد لحظة صوبات مش هي لحظة استسلام أو انبيطاح رحنا ما زال نقول لا ولدينا القدرة بأن نقاوم بكل الأشكال المشروعة والمتاحة أمام المتقاف بالكتابة بالإبداع بالتعبير بالفن في كل المجالات هي فترة ممكن نقول بأنها فترة وحد السوبات معين ولكن نعتقد بأن المتقاف المغربي مني كتكون شيء وقفة حقيقية سيقفه ونعتقد بأن ما يقع الآن للثقافة والمعريض جزء منه أن المتقافين سيقفون وسيعبرون عن ذلك بكل الأشكال الممكنة حتى يتبين لأن المعريض الكتاب بدون متقاف وبدون كتاب كتاب تعرف بأن نزلت نسبة لطبع الكتاب بالمغرب أكثر من 50% أو 60% لأن احتى الدعم الذي كان يقدم لمناشرين الصغار وللكتاب ولدعم ترويج الكتاب وللجمعية التقافية التي هي قليلة وترويج لتقافة القراءة والكتاب والتي هي بالمناسبة ظاهرة مازال موجودة وحية في المغرب الآن نزل هذا المستوى نتيجة السياسة التقافية خصا في السنوات الأخيرة لمع الحكومة السابقة التي كانت ترفض أي بعد حادات وتنوير للتقافة والمتقافين وعملت على تهميشهم ولا على احتهد الحكومة التي استمرت في هذا الخط لأن خلاصة دي الأمر منك نلقى حكومة تزاوج بين السلطة المال وبين السياسة فبالتأكيد أن السلطة الرمزية للتقافة ستضايقها وستفضحها ولن تقبلها بأن تكون هذه الوضعية كما هي عليها منذ سنوات تحطوا على أزمة القراءة أو المعارض الدولي للكتاب والناشر كان فرصة يعني باش تعرف كيف تعمل وين جديدها وشي شجاعتها لإقبال على الكتب ولكن رغم ذلك المغرب لا يمكنش يخرج من أزمة القراءة اللي يجي من العقود طويلة مقارنة غير مع الدول اللي مجاورة يعني من الذي قال بأن هناك أزمة القراءة في المغرب يعني المبيعات تقول لأزمة القراءة ونعرف ناشرين عرب من لبنان ومن مصر ومن تونس يعتبروا بأن السوق المغربي من أهم الأسواق لديهم إذن شكرا وشهنا كمعدالة لتتخرج مرة مرة بأن يثبت القراءة في المغرب لا أعرف من يقدم هذه ولماذا تقدم هذه لأن أنا أعرف بأن هناك قراءة في المغرب وأن هناك من يريد أن يرسخ قناعة بأن المغاربة لا يقرؤون وبأن المتقافين مستسلمين وليست لهم مجموعة من الأفكار يتم الترويج لها وأنا أعرف بأن هناك قراءة أنا مني كنا مشرفين لمكان مع ريد الكتاب المستعمال الذي كان يقام لمدة شهرين بمدينة الضار البيضاء الآلاف يوميا كانت تباع من الكتب لدى الكتبيين ومئات ندوات كانت تعقد خلال الشهر وكثير من المواهب أنا أعرف جربة للشخصية أنا أعرف في المغرب عديد من المدن والذي صدقت عديد من المتقفين والباحثين كلهم منهم يكون بالقراءة والكتابة حتى أن النشر الآن لم يعد يكفي المغاربة فباتوا ينشرون خارج المغرب في أكثر الدول العربية لذلك فكثير من الأوهام يراد لنا أن نستوعبها طبعا هناك أزمة في التعليم هناك أزمة في الصحة أزمة في التقافة ولكن ليست بالمسألة أنها عطب هي ليست عطب أحيانا كالظهر لنا بأنه كان قلة دي القراءة فمن أجل أن نعيد النظرة فيما نكتب في طريقة حوارنا مع المجتمع أنا حينما أكتب لا أود أن أكتب بأشكال جمالية جديدة التي تعبر عن ذاتي وعن تاريخي وعن تقافتي ليس عن أشياء لا علاقة لها بواقعي سيطر عيب ننتهي بدل نظرة التفاؤلية للقراءة على مستوى الوطني شكرا جزيلا على قبول دعوة متتبعي قناة أنفس برس إلى اللقاء فرصة قادمة إن شاء الله